أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله طبعاً مثل ما بتعرفوا اليوم ضيفنا صديق عزيز صديق رائع صديق صراحة ونعم الصداقة أنا أتشرف به جداً 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 إلى أبعد الحدود صديقي رياض أمير البحث شجاع البغدادي خلونا نرحب فيه تسلم حبيبي أنت والشعور متبادل طبعاً شيء أكيد وبفرح وبنبسط لما أكون معك بهذا البرنامج الرائع وتحية لكل المشاهدين والمستمعين عبر العالم والقارات تسلم تسلم حبيبي بصراحة يعني نحن مثل ما قلنا من البداية نحن ما نختصاصيين في فيزياء ولا في علومات ولكن نحن عنا مثل ما بقوله معلومات ووجهة نظر وحابين نوصل أفكار لأخوتنا لأصدقائنا يعني تكون نقاشاتنا علمية أنا بصراحة بموت بالنقاشات العلمية فبشان هيك حبينا يعني حبيت أساوي سلسلة مع الأخ رياض في هال مسائل هاي مسائل مسائل العلمية يعني نبتعد شوية عن الدين وخرافات الدين وهل علاك الدين مثل ما قوله أخ رياض يعني شو بتخبرنا عن نشأة الحياة؟ خلينا نقول متى بدأت الحياة وكيف بدأت طبعا ما حدا بيعرف بالضبط التقنية أو الكيفية اللي بدأوا فيها الحياة ولكن النظريات الموجودة اللي طلعت مثلا أقول منها ثلاث مليارات ثلاث مليارات ونص يلي هو فضلا شكرا جان وبالفعل هي هاي الرسالة اللي قبل ما أبلش أنه نحن أنا وإنت مش متخصصين لكن على الأقل عدنا ثقافة عدنا اطلاع عدنا قراءة بحيث أنه نحن ما بناخذ قرار إلا من بعد ما نكون بحثنا ودرسنا وسألنا وتثقفنا ووصلنا إلى قرارات شخصية مش أنه يعني هي مشاعر مش أنه هي حالة نفسية بتسمع كتير عالم بتقولك حالة نفسية لا مش حالة نفسية أنا واحد من الناس يعني ما بدي أقول عمري بالضبط بس خلص دخلنا الأربعين وما دام دخلنا الأربعين في أنا بلشت القراءة والاطلاع والثقافة من كان سني تقريبا 18 سنة 19 سنة وانت وماشي فكل حاصل محصول بالأخير الإنسان الواعي والإنسان البالغ والإنسان العاقل يصل إلى قرار شخصي فهذا اللي عم بيحصل معنا ومن خلال هذا البرنامج الحلو عم نحاول أنه يعني نعكس هذا الواقع للمشاهدين والمستمعين حول العالم بخصوص سؤالك خي هو طبعا مثل ما تفضلت فرضيات لا يعني ما في حدا قدر لحد الآن أنه يعطينا مستوى المنهج العلمي اللي بنسميه النظرية لعدم مش توافر ولكن لعدم اكتفاء الأدلة لسه بحاجة إلى المزيد من الأدلة وطبعا أصعب شيء أنه ما كان في حدا موجود قبل أربعة مليار سنة حتى يوصف لنا شو اللي شافوا بالظبط لكن هي مجرد استقراء واستنتاجات بناء على اللي متوفر وعلى اللي موجود عندنا هاليوم كيف أنه قدرنا نرجع إلى الانفجار الكبير The Big Bang من خلال المشاهدة والمعاينة اللي موجودة حاليا الواحد يقدر يستنتج شو اللي ممكن صار قبل زمن فنفس الشيء بالنسبة لبدايات الحياة نعطي مختصر بشكل سريع وبشكل موجز عن النظرة العلمية اليوم العلوم هاليوم كيف بتشوف أول شيء تكون الكرة الأرضية الأرض نفسها الأم ومن بعد هيك ظهور أول علامات الحياة على سطح القشرة فمثلا يقول لك في هذا الغاز يعني التكون المجموعة الشمسية طبعا لم تكن بشكل لمح البصر وإنما هي أخذت فترة ملايين السنين هذه الغازات وهذه الأجسام اللي تكونت على شكل صخور وبسبب قوانين الفيزياء والجاببية تجمعت رويدا رويدا حتى تشكل لنا كتلة وهذه الكتلة وارتفاع درجات الحرارة بيقول لك أنه كانت نسبة 1200 درجة مئوية يعني 1200 درجة مئوية درجة الحرارة كانت في أول بدايات نشأت الكرة الأرضية مثل الفرن مثل الفرن الساخن يعني تتخيل وكأنما كرة كبيرة من الفولكينو البراكين الساخنة جدا وظهور غازات سامة اللي هي بالنسبة إنها اليوم ودير بالك أنك ما تخلط بين المعادن اللي موجودة أو العناصر الكيميائية اللي موجودة اليوم وبين اللي كان موجود في بداية نشأة الكرة الأرضية فكان أكتر الغازات المنتشرة آنذاك هي أول أكسيد الكربون بالنسبة لأيلي ولأيلك طبعا أول أكسيد الكربون يعتبر سام وما بيساعد على الحياة لكن الشيء الحلو أنه حسب الفرضيات في كائنات ولازال اليوم لازال حتى هاليوم في كائنات من البكتيريا بالعكس بتعتمد على أول أكسيد الكربون وبيكون الفضل لإلها أنه نحن بنحصل من خلال الفضلات تعيد هذه الكائنات على الأكسجين هما بيأخذوا أول الأكسيد وبيعطونا الأكسجين بالمقابل بس إحنا هيك عم نعمل قفزة خلينا نرجع لحنا لازلنا هلأ وين بعدنا بالبدايات فبيقول لك نيتروجين كان موجود أيضا بشكل كبير لغاز النيتروجين وبالإضافة إلى بخار الماء وليس الماء وإنما بخار الماء اللي يسموها بالإنجليزي The Water Vapor بعدين بسبب ارتفاع درجات الحرارة عندك الصخور المنصهرة نحن نحاول أن نعرب هذه المصطلحات الإنجليزية إلى اللغة العربية الصخور المنصهرة اللي هي مولتن روك بالإنجليزي مولتن روك أو أحيانا اسموها اللافا احنا شايفين البراكين وشايفين كيف أن البراكين تقذف بهذه الصخور المنصهرة اللي تنزل على سفح البركان نحو الأسفل وهي مرتفعة جدا بالحرارة وشكلها مثل الصخور المنصهرة الصخور المنصهرة هذه أيضا كانت تغطي كل وجه احنا نسميه بالعربي المعمورة يعني الأرض وهذه تأخذ فترة ملايين السنين نحن لازمنا في أول كم مليون سنة متى بالضبط تحديدا على ما يعتقد قبل أربعة مليار أربعة مليار سنة هذا الحكي كله طبعا أربعة مليار رقم هائل جدا أنت ربما تستمع إلى رقم لكن الآن حاول أنك تتخيل لو أنت بدك تعد مثلا وتعد بأصابيعك واحد اثنين ثلاثة أربعة وتوصل لأربعة مليار حيعوزك شهرين ثلاثة وانت عاد عم بتعد فما بالك بالسنين والحقب الزمنية الطويلة فهذا من هون أنه كل شي حسب القوانين والظروف الطبيعية ما بتحصل كوني فكانت ما بتحصل بلمح البصر وأنما هي كلها بروسس البروسس بشكل تدرج تدريجي المهم وبعدين بيقول لك حتى دوران الأرض نفسها مش مثل اليوم أنه النهار عديش عدنا تقلي 24 ساعة لكن في البدايات يقول لك حسب الست ساعات هي النهار كامل يعني تطلع شروق الشمس وحتى غروب الشمس مدة ست ساعات لأنه دوران الأرض حول المحور كان أسرع بكثير هذا مدخل إلى أهمية وجود القمر حاليا لأنه إحنا عدنا قمر بس خلي بالك أنه في البداية ما كانش فيه موجود قمر أصلا كان فقط الأرض أو بدايات الأرض تختلف تماما يعني أنت لو كنت موجود وكان يعني أنت رائد فضاء وعم تطلع وتتفرج هي هاي الكرة الأرضية اللي إحنا جايين من عندها هي هاي ولا رح تعرفها أبدا ما رح تشوف قشرة لونها خضرة وما رح تشوف المياه الزرقاء ولا رح تشوف الغلاف الجوي ما رح تشوف أي شيء رح تشوف كأنما على وصف أهل الدين والمؤلها جهنم رح تشوف مثل الجهنم إن مهم فما بعرف إذا بدك تقول شيء أخ جان عندك مداخل أو شيء هو بالفعل مثل ما قالت يعني هو رح تشوف الكرة الأرضية كأي كرة أرضية مثلا كرة فوكب بداي مشتعل يعني رح تشوف اللونه أحمر مشتعل بالبراكين باللافا مثل ما قالت بس ما سألت الأكسجين يعني الحياة بدأت الحياة خرياض بهالبكتيريا يعني لما كان فيه أول أكسيد الكربون وصار ثاني أكسيد الكربون موجود اللي غطى الكرة الأرضية وحماها من إشعاع الشمس بهالمرحلة هاي البكتيريا هي اللي صارت طالع الأكسجين اللي عطتنا الأكسجين الموجود طبعا مرحلة البكتيريا طولت كثير يعني مرحلة البكتيريا طولت تقريبا ثلاث ملايين سنة تمت بكثير يعني ما اتطورت الأشياء لحيوانات مثلا مائية حتى سمك مثلا كان بالبداية أعمى ما في عيون حتى يعني بعدين اتطورت العين اتطورت التنفس اتطور كل هالأشياء هاي اتطورت بعدين فهذه ثلاث ملايين سنة تقريبا حتى وصلت لمرحلة الحيوان البرمائي يعني هل كنت بس بدي اوصل لفكرة هاي صحيح كلامك متفق معك مية بالمية وهنا مدخل الى الان بدأ القمر بالظهور القمر اللي بنعرفه اليوم حسب الفرضية ارتطام كويكب ولا اقول كوكب وانما ارتطام كويكب بسطح الكرة الارضية ومبسوطين انه احنا ما كنا موجودين ساعته لما هذا الشيء حصل لانه يعني حتى ما نقدر نشبهها بنسبة الدمار الشامل على كل مستوى المعمورة لكن هذا مثل ما بيقولك شيء عالطال بس بيطلع منه شيء مفيد من بعد هيك يعني ممكن شيء ايجابي يطلع من شيء سلبي فشو هو الشيء الايجابي اللي يطلع من هاي كلها انه هذه الصخور اللي تبعثرت وانطلقت نحو الفضاء وبسبب الجاذبية الكرة الارضية بقت في مدار يشبه الحلقة من الغاز حلقة غازية وصخور وهذه الصخور بمرور يعني كم مليون سنة تسببت في ظهور كويكب يشبه اللي هو اليوم احنا بنسميه القمر وهذا القمر اثر على شو؟ اثر على اول شيء محور بعض الناس ما بتعرف انه دوران الارض حول المحور الاكسس نفسها الها ترابط والها علاقة بوجود القمر نفسه فهذه احدى اسباب بطء الحركة اللي اصبحت عند دوران الارض حول نفسك بدل ما تكون ست ساعات شوية شوية ومع الوقت وصلنا لحد ما صارت هلا 24 ساعة لكن القمر كان اقرب بكتير الى مستوى الارض عما هي عليه اليوم بيقولك اثنين وعشرين الف كيلومتر فقط اثنين وعشرين الف كيلومتر المسافة هاليوم المسافة اصبحت 200 او 300 الف كيلومتر مضاعفة عشر مرات مضاعفة فهذا اثر على الجاذبية اثر على حركة الامواج ما كان في امواج مائي لكن كانت امواج من الصخور الذائب الصخور الذائب المنصهرة هي اللي كانت تشبه الامواج تغطي كل الارض وتساعد على انخفاض نسبة الحرارة انخفاض نسبة الحرارة بتسبب شوية ان هذا الصخر بيبلش ينشف بيبلش يصير جماد اكثر جماد صلب تصلب هذه القشور من بعد غيرت من شكل الكرة الارضية بحيث هذه الفترة اللي الان هلأ بدنا نرجع 3 مليار سنة تقريبا او 3.5 مليار سنة الشيء الثاني كان هطول النيازك والشهب اللي ربك جعلها رجوما للشياطين بشكل رهيب جدا ما بفيك تتصور إلا فقط بالرسوم المتحركة والانيميشن ان هذه الشهب مثل المطر كيف ان احنا هاليوم بنشوف المطر عم ينزل بنقول بتشتي الدنيا كانت بدل المطر كانت شهب ونيازك بس الشيء الجميل وهذا اليوم اصبح مثبت علميا هذه الان اصبحت ليست فرضية وانما حقيقة اليوم يكتشف العلماء وجود مكونات الامينو أسد بيقولوا عليها بالانجليز الامينو أسد اللي هي الحمض الأميني يمكن اذا هاي هي الترجمة المزبوط بالعربي ما بعرف بس هي الحمض هي الاميني اميني يعني هي الاميني امينو سوى امين الحمض هو الأسيد يعني مزبوط فهذه كان بيقولوا أيام زمان لما ترجع مثلا خمسين سنة لورا في فرضية بيسموها بام سبيرميا بام سبيرميا هي قال لك واحد انه ربما بذور نشأة الحياة على الكرة الأرضية لم تكن متولدة من ذات الكرة الأرضية وانما جاءت محمولة على سطح احد هذه النيازك او الشهب التي ارتطمت بالأرض اليوم وبفضل التكنولوجيا يعني احنا شفنا بالاخبار قبل اقل من سنة هبوط مركبة فضائية على سطح احد المذنبات والتكنولوجيا اصبحنا باستطاعتنا ان نحلل هذه المعادن اللي موجودة على النيازك وهذه الصخور الفضائية ونشوف المحتويات وللغرابة وجدنا بعض المحتويات هي عناصر كيميائية التي اليوم نعتبرها من الاساسيات التي ساعدت على نشأة الحياة اللي هي اصبحت اليوم جزء لا يتجزأ من تركيبة المادة العضوية الكيميائية في كل الكائنات الحية للغرابة نجدها موجودة على هذه النيازك والشهب اخي رياض انا ما بعتبرها غريبة انا برأيي ان الحياة موجودة بكل مكان يعني يعني البكتيريا العضوية او البكتيريا البدائية خلينا نقول موجودة بكل مكان يعني بكل مكان متاح انه يكون في بكتيريا من هالبكتيريا البدائية للحياة يعني مثلا هلا مثل ما قلت من سنة تقريبا جابوا النيازك هذا الفحصه فيه بكتيريا فيه تجربة سوى كمان انه بعتوا صخرة الى الفضاء الخارجي طلعوا برات المركب الفضائي يعني صارت بالمطلق بالفضاء الخارجي فيه انواع كتير من البكتيريا كان موجود ضمنها داخل الصخرة وتمت عظيم 17 يوم بالفضاء لما رجعوا نزلوه وجابوه على الارض لازالت انواع من البكتيريا تقريبا يمكن كان 15-20 نوع موجودة احياء لسه الحياة ممكن تنشئ تكون او تم وتستمر في الفضاء الخارجي بدون اي يعني معارضة لاشعة الشمس القاتلة القاتلة النووية والفية هالاشعات القاتلة يعني تحت الحمراء وفوق الحمراء وجنب الصفراء هالمسائل هاي فالحياة موجودة حتى هالكوكب المريخ يعني كوكب المريخ فيها بكتيريا موجود بصخورة بكتيريا فالحياة اظن موجودة بكل مكان ممكن تعيش فيها بكتيريا هاي يعني اذا بالفضاء الخارجي به هالطقس البارد اللي يعني غير صالح للحياة بالنسبة انها طبعا بكتيريا عاشد فممكن تعيش بكل مكان يعني اظن صحيح كلامك اخ جان هي يعتقد بوجود حياة مجهرية وان لم تراها بالعين المجردة لكن هل ممكن انها تكون وجدت مثلا في يوم من الايام على سطح المريخ كل الاشارات ايجابية انه محتمل كبير جدا بالاضافة الى وجود الماء المتجمد الحالي في القطب الشمالي من كوكب المريخ ناهيك عن بعض الاقمار مثل قمر يسموا يوروبا لا اذكر بالتحديد هذا القمر لاي كوكب هل هي للمشتري ام هل هي لزحب زحب فيوروبا ايضا فيها مياه سوائل هذه ربما تكون ايضا بشارة وجود نوع من الحياة المجهرية على سطح هذه الكواكب ايضا فهي غير مقتصرة على الارض بالعكس الارض بالمقابل عمر الارض لما تقارنها بعمر الكون بعدها لا زالت تعتبر بيبي لان الكون الفسيح 14 مليار سنة يعني هناك كواكب وهناك فرص اذا انت بحاجة الى زمن ان كنت انت بحاجة الى الوقت فهذا الزمن موجود في الكواكب الاخرى في المجرة التي وجدت قبل وجود الارض قياسا بالزمن فهذه الكواكب ولظروف ارتطام كواكبات ارتطام صخرة كبيرة وتتناثر الى الفضاء الخارجي وتذهب مسافات بعيدة في رحلة تصل في نهاية المطاف الى هنا الى كوكب الارض الذي لا زال في بداية نشوءه واطواره البداية فلما لا فتكون هذه حاملة لنا من هنا جاء البام سبيرميا وبالفعل الشيء الثاني المهم اللي لازم نتذكره بخصوص هذه النيازك والان العلم يستطيع ان يثبت ذلك من خلال المعاينة والمشاهدة تحتوي على بلورات كريستل صغيرة مجهرية تشبه بلورات الكريستل اللي نحن نسميها الملح والشيء المهم ان هذه البلورات وعلى فكرة هطول النيازك يقدر بفترة عشرين مليون سنة دون توقف عشرين مليون سنة وهذه النيازك تسقط لا يعني لا يوجد هناك غلاف جوي فهذه النيازك ما اخذ راحتها على قولتنا رايحة جاية رايحة جاية وتحمل هذه البلورات الكريستل اللي هي عنصر الماء السي او تو السي او تو موجود وهذا السي او تو هي بذرة مع التراكم تراكمها عبر هذه الفترة الزمنية الطويلة عشرين مليون سنة تكونت لنا الآن اولى مثل البحيرات ولم تكن بمستوى البحار وانما بحيرات من الماء السي او تو وهذه بدايات ظهور الماء على سطح الكرة الارضية نحن لازلنا في هذه الفترة 3 مليار سنة قبل 3 مليار سنة الصخور المنصهرة اللي موجودة على سطح الكرة الارضية ايضا ابتدأت باخراج الغازات وهذه دائما نراها اليوم حتى مع البراكين خروج هذا الغاز من باطن الارض من تحت القشرة الارضية الى الخارج وهذه الغازات بسبب الجاذبية تبقى على شكل حلقة دائر ما دائر الكرة الارضية اللي هي بدايات نشأة الغلاف الجوي بدايات ظهور الغلاف الجوي فوائد الغلاف الجوي معروفة انها اولا تساعد على سلسلة كيميائية بحيث الانتروبيا الطاقة اللي نحن نستلم الطاقة من الشمس فالشمس هي مصدر الطاقة هذه الطاقة عملية سايكل دوران تدخل الارض ولكن تخرج في نفس الوقت ولا تبقى على الارض ومن هنا نظام مفتوح لكن مع وجود الغلاف الجوي مثل البيت الزجاجي اللي نربي فيها النباتات اليوم احنا نسميها the green house فهذا the green house بسبب الغلاف الجوي تعطي فرص اكثر لظهور الحياة تعطي فرص اكثر لظهور الحياة على سطح الكرة الارضية فخروج ايضا هذه الغازات من مولتن روك الصخورة المنصهرة اللي يسموها اللابة وهذه الغازات ايضا فيها اول اكسيد الكربون هذه اول اكسيد الكربون بالتفاعل مع الحمض الاميني اللي جاي من النيازك والشهب الآن حتى يقول لك بعض العلماء بدايات الار ان اي احنا سامعين بالار ان اي اللي هي اليوم تدخل في مجال الدي ان اي وعملية كيف ان الدي ان اي يستنسخ ومن خلال الار ان اي المرسل هناك انواع من الار ان اي وهناك فرضية ان الار ان اي هذا الشريط الجيني هذا الشريط الجيني هو ربما سابقة للدي ان اي المعقد اكثر الدي ان اي اكثر تعقيد من الار ان اي لكنها موجودة على هذه النيازك اخ جان بدك تقول شي ممكن في هون مسألت الحياة بصراحة يعني هي نحن ما بنعرف غير الحياة الموجودة على الارض يعني نحن نعرف دم و لحم وجينات في نظرية وانا من شي سنتين تقريبا انو شفت وصراحة خبر كان وانا كان بوقتها خبر انزع على اكثر من قناة انو في حياة بشكل مختلف على كوكب الارض يعني ما نروح لبعيد كتير يعني مثلا هلا عمنا الدي اي نحن ليش ما يكون مثلا بدال اللحم هادا يكون مثلا بلاستيك والدم يكون مثلا ماظر على اشكال السيليكون ليش ما يكون سيليكون مثلا صحيح يعني مثلا هلا قمر من اقمار المشتري ما بعرف اذا تذكرني باسمه انا سيان اسمه المهم في بحيرات بحيرات من الغاز الطبيعي مع انو الغاز الطبيعي هون مستحيل يكون يصير بحير لما من الحرارة الموجودة بس هناك الحرارة منخفضة فبتلاقي بحيرات من الغاز الطبيعي ولما بنزل تلج التلج تبعهم وعلى شكل كرات التلج بنزل الحديد الحديد هو عشكل شكل التلج يعني صحيح بنزل حديد حديد تقريبا كتير يعني وبنزل ببطء ببطء لانه الكوكب الصغير القمر طبعا القمر صغيفة جازبية صغيرة بتلاقيه نازل مثل نازلت التلج عنا شلو بتنزل بهدوء ما يمتل حبة المطب تنزل بسرعة نعم صحيح يعني افتراضات كتير ان الحياة تكون ما يشارط تكون حياتنا نحن فقط نحن حياتنا الشكل الموجود بكتيريا لحم ودم و و دي اي اي وهالجينات وهالأشياء يكون شكل مختلف حتى تكون يعني وعلى فكرة على فكرة يعني حتى نحن ممكن نحكي فيها بعدين بالحلقات القادمة نتطور الى الشكل التاني يعني الشكل الآلي خلينا ونتحول نحن يعني شخصنا نفسه تتحول الى كمبيوتر يعني الى كمبيوتر واشياء معدنية صحيح صحيح انت ايضا تتذكرني بشيء هناك اشكال حياة هنا يعني انسى الكواكب الاخرى لكن هنا على سطح الكرة الارضية وحتى لا تستطيع ان تقول سطح بل في عماق المحيط التكنولوجيا لم تسمح للانسان بان يعني يصنع جهاز مثل الغواصة الغواصة حديثة النشأة في القرن اللي فات ولكن لم يتمكنوا من الغوص بمسافات كبيرة جدا في عماق المحيط ولكن من بعد توفر لنا الامكانية واصبحت الغواصة اليوم تستطيع ان تصل الى قعر المحيط هنا المفاجأة واحد من العلماء يقول هسا انتوا يا جماعة هقول ابو العراقي قبل ما تروحون تفتشون على الحياة تعالوا افتهموا الحياة اللي موجودة هنا اللي ببيتنا قبل ما تروح على بيت الجيران لا زال هناك نسبة 70% من علامات الاستفهام حول اشياء لم تكتشف هناك كائنات بحرية لم تكتشف بعد كائنات بحرية في عماق المحيط كل تركيزهم على الخارج على مثلا الان المريخ او هذا شيء جميل لكن في نفس الوقت لا يوجد هناك اهتمام اكثر في الحياة البحرية the marine life بالانجليزي marine life واحدة من اثنان من العلماء المايكروبيولوجي عالمة اسمها بني بوستن وعالمة اسمها ديانا نورثروب قاموا بالبحث في هذا الموضوع توجهوا الى الغابات الاستوائية الممطرة اللي موجودة في جنوب المكسيك وفي مكان باطن الارض حيث يوجد غاز كبريتيك الهايدروجين غازات كبريتيك الهايدروجين هو غاز سام كان موجودا على سطح الارض خلال حقبتها الاولى لنشأتها قبل اربعة مليار سنة فهذه الكهوف يعني توفر بيئة مشابهة للبيئة اللي كانت موجودة انا ذاك تعطي فكرة للباحثين يترا كيف كان لو وجدنا بيئة في مكان معين تشبه البيئة اللي كانت موجودة بشكل عام واشمل في بدايات الارض هل يا ترى سوف نجد حياة هل يا ترى سوف نجد كائنات مجهرية او مايكروبات وهنا المفاجأة الجواب نعم نعم وجدوا في اماكن لا يتوقع ابدا وحتى تكون شبه مستحيل مستحيلة وهذا ردا على المؤلهة الذي يتدخل ويقول نحن بحاجة الى معجزة وتدخل سماوي وتبارك الله احسن الخالق حتى تشوف مثل هذه الحياة على سطح الكرة لا وانما العلوم بفضل الاكتشاف والبحث هو هنا البحث انا ليش اخترت هذا الاسم بحث لانه هذا هو اللي يميز الانسان العاقل عن الانسان الكسول احنا نسميه الكسلان الكسلان كل ما يجد ثغرة على طول يريد يعبيلك هذه الثغرة بوجود اله كوني هو السبب اللي يسموها بالانجليزي the god of the gaps the god of the gaps لكن دائما وابدا وشوف مع التجربة دائما العلوم كل ما تكتشف مسألة من الامور اللي كانت مجهولة قبل ذلك تصبح نسلط عليها ضوء العلوم وضوء الاستكشاف وضوء العقلانية نشوف لا يوجد تدخل وانما هي كلها اسباب طبيعية كلها اسباب طبيعية بدون تدخل خارجي ولكن من نفسها بنفسها المهم فهذه الكهوف التي في المكسيك وجدوا فيها عالم مايكروب يعتمد على هذه السموم غازات كبريتيك الهايدروجين فكان النسوانتين بيني وديانا يرتدون الثياب تشبه ثياب الأستروناط رجل الفضاء حتى يحموا نفسهم من هذه الغازات وكل واحدة حطت لها مثل هذا الضوء حتى يشوفوا يعني نسميه تورتش حتى يشوفوا الظلام الدامس اللي بداخل هذه الكهوف هذا الغاز يتسرب من باطن الأرض ليتفاعل مع الأكسجين ويغطي جدران الكهف بحمض الكبريتيك الشديد الحمضية في ظل هذه الظروف وجدت أن الحياة مزدهرة مزدهرة مش بس وجود بل ومزدهرة داخل الكهف وهي عبارة عن مستعمرات من بكتيريا وحيدة الخلية بكتيريا وحيدة الخلية هذه تذكرنا بالفراضيات التي قالت أنه ربما كانت الحياة في البداية بداية بسيطة جدا مش معقدة مثل لا عندك دودة ولا عندك حشرة ولا عندك سمكة ولا عندك طحالب لكن عندك خلايا بسيطة جدا وهذا هو تنبؤ ماذا تنبؤ التطور والارتقال evolution أنها تبدأ بدايات بسيطة سهلة ويبدأ الانتخاب الطبيعي كل ما يحتاج إليه الانتخاب الطبيعي هي الاستنساخ replication بالإنجليز نقول عليه replication ساعة ما تجد لديك replication بغض النظر عن الكيفية والمكانزم اللي نسميها abeogenesis لازال بحث حول أنه كيف الحياة عبرت هذا الجسر الجسر من الجماد إلى الحياة العضوية المايكروفية العلوم لا زالت تسلط الضوء على هذا المجال ونحن لا زلنا في طريق الاكتشاف لكن الشيء المؤكد أن الحياة موجودة ناهيك عن أن تعريف الحياة نفسها مختلف عليها حتى بين الفلاسفة قل يا فيلسوف تعال عرف للحياة هل هي نقل المعلومات والانفورميشن هل هي مجرد الحركة والانيميشن أما هي الحياة بالضبط هل هناك ضرورة لوجود الوعي تترباع الكائنات الحية ليست لديها وعي ليست لديها أي شيء قريب على ما نحن عليه كإنسان فهل هي ضرورة إذن هي ليست ضرورة بل هي ناتج محصول هي استنتاج ظهرت بسبب تفاعلات تفضل أفجان الضبط رياض أنا كنت عم بدي فكرة أنه الحياة أصلا ما لا هدف الحياة هي عشوائية الحياة عشوائية يعني مثل ما تفضلت أنه السيدتين دول يدخلوا كهف حطوا مناظير لكي يشوفوا قدامهم 2007 على البي بي سي طبعا شفنا بحارة علماء دخلوا تحت القطب الجنوبي فوجدوا كائنات يعني غريبة عجيبة وفرجونا إياها على التيفي شفناها يعني ما حدا قالنا يعني شفناها بعيننا في أنواع وأغلبنا عميان يعني ما في بصر ما في عيون يعني يشوفوا فيها لأنه ما بي حاجة لعيون يشوفوا فيها تحت الظلام الدمز في أنواع أخرى طورت طورت الطاقة الكهربائية لحتى تساوية ضوء تحت العتم العميقة تحت القطب الجنوبي الماء السائل موجود حيوانات تضيء تضيء يعني تشوفوا ضو شغال طاقة كهربائية فالحياة يعني مثل ما بيقولوا الحاجة أم الاختراع فحسب حسب الملاءمة للبيئة الموجودة يعني أنا بدي أتلاءم مع البيئة الموجودة وليس لأن أقوى مثل ما بيقولوا المؤمنين ولا شيء من القبيل الملاءمة فحياة عشوائية يعني ما في نظام بيقول والله من وقت صارت الحياة ما في هدف بدي يصل لمرحلة الإنسان ويصير واعي يعني ملايين مليارات السنين عدت على الحياة بدون أي وعي يعني الوعي يجى من 200 ألف سنة صحيح خلي نقول بالإنسان الموجود أربع خمس ملايين سنة مع كل حقه يعني بقول لما كان كان حيوان يعني كان حيوان مثل لحد هلا حيوان طبعا بس كحيوان غير عاقل صحيح أربع خمس ملايين سنة إذا كتقارن الأربع خمس ملايين سنة بأربع مليارات سنة فهي لا شيء يعني لا شيء وما هو شرط يعني حتى لو ما هو جاي الإنسان العاقل هال 200 ألف سنة فكانت الحياة الطبيعية ماشية وغابات وبيحار وحيوانات تنطفق الشجر وهي الحكاية يعني ما هو شرط فهون بتطرح فكرة أنه العلماء بيقولوا لك إنه الكون عمره 14 مليار سنة تقريبا فبالضرورة إنه في شموس قبل شمسنا هاي النجوم هاي اطورت حواليها كواكب شبيهة بالأرض وطور فيها حياة ومن الضروري إنه يكون هالحياة هاي أنتجت وعي زكي مثل الوعي الإنساني يعني وحضارات تكنولوجية بس أنا برأي يعني بنشوف هالمليارات الأصناف اللي عدت من على كوكب الأرض كانت غير ما وصلت لمرحلة الزكاء الإنساني ونوع واحد من كل هالأنواع هي يعني ملايين الأنواع عدت الإنقراض والموجود وكل هاي ف يعني حتى يكون نقول إنه بالكواكب أخرى إذا ما في حياة يعني العلماء بسألوا طيب بما أنه نتيجة حتمية يكون فيه وعي وعي زكي نتيجة حتمية للحياة وفيه شموص كتير قبل نصارت من ملايين السنين فليش ما منشوف الناس أو الكائنات الأسكى منا يجول عنها يعني أنا لما بفكر بهالموضوع بقول طيب هل من الضروري إنه الحياة تنتج وعي زكي طبعا بكل صراحة لا يعني ما في ضرورة لو في ضرورة كان الأرض أنتجت الزكاء أول 200-300 ألف سنة مثلا من البكتيريا كان فورا أنتجت حياة زكية لو في ضرورة أو شيء حتمي يعني 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 أعتقد أنا أعتقد أن الحياة موجودة بكل مكان والحياة الزكية نادرة جدا 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 قد تجد حياة زكية في مجرة أو قد لا تجدها يعني ولكن الحياة العادية الغير زكية مثل الحيوانات الموجودة الحيوانات المقبض موجودة بكل مكان يعني صحيح 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 أحجان متفق معك مية بمية بما أن القوانين الطبيعية عمياء وليست لها وعي وتنتج لنا وهناك عنصر العشوائية موجود لا أحد يستطيع عنصر العشوائية والصدفة موجودة يعني موجودة كيف عنصر العشوائية والصدفة طيب ريتشارد دوكنز يضرب مثل يقول لك احنا بحسب السلف المشترك نعتمد على كائن من بداية ظهور الثديات بداية ظهور الثديات في العصر الجراسيك وجود الدينصور اللي كان هو سيد الأرض الدينصور الدينصورات الدينصور حط عين على فريسة هذه الفريسة هي أحدى أجداد 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 من السلف المشترك اللي هو من الثديات هذا السلف واقف مسكين مش منتبه هذا الجد الأعظم خلينا نسميه الجد الأعظم مش منتبه على نفسه عاد عم بياكل حشيش عم بياكل شيخ نباتي والدينصور موقف وراه وفاتح تمه وجاي يلهمه هلأ هون الصدفة لو هذا الدينصور التهم جد جد جدنا الأعظم احتمال كبير أنه أنا أنتهى اليوم ما كنا حنكون موجودين بس شو اللي صار وهذه إحدى الاحتمالات أنه الدينصور عطس عطس أتشو وهو عطس هذاك راح انتبه على طول وهرب وهرب وبعدين قدر أنه يتناسل ويتكاثر وبعدين عارف القصة حسب الفرضية هناك نيزك عملاق ضرب بسطح الكرة الأرضية آثار هذا الارتطام لا زال موجود اللي احنا اليوم نسميه خليج المكسيك خليج المكسيك عندما تنظر إلى هذه الرقعة الجغرافية بين فلوريدا في أمريكا والمكسيك وكوبا وهذه الجزر الكاريبية تشبه الدائرة تشبه الدائرة لكنها في عماق البحر في عماق المحيط الأطلسي هذه يعتقد أنها ما ترتب عليه من ارتطام كويكب أو صخرة ضخمة أكبر من النيازك يعني بحجم أكبر بكثير من النيازك هذا الارتطام يتسبب في انبعاث الغازات التي تحجب الشمس ومجرد أنها حجبت الأشعة والطاقة من الشمس تولدت عليهم ظهور فترة من الجمود والبرود هذه الجمود والانخفاض في درجات الحرارة لم تساعد الديناسورات على البقاء فترة أطول مما ساعد على انقراض الديناسور طيب السؤال هلأ إذا الديناسورات ما انقرضت يا ترى هل كان فيه شانس لا إلي ولا إليك أنه نعيش على كوكب فيها حيوانات ضخمة أد حجم هلأ البرونتوسورس أضرب لك مثل على البرونتوسورس الباصات الحافلات النقل بالشارع بتعوز أربعة من هذه الحافلات واحدة فوق الثانية حتى يطلع لك حجم هذا الديناسور ارتفاعه فقط مجرد ارتفاع هذا الديناسور أربع حافلات من الباص النقلات الحافلات يعني ما تعطي مجال لا إلي ولا إليك أنه نكون حضارة أنه نكون تمدن مع وجود مثل هذه الكائنات الخطيرة على سطح الكرة الأرضية فهذه كلها صدف هذه كلها عشوائية وهذا مثل ما تفضلت الوعي أصلاً لم يكن موجود في بداية نشأة الحياة وإنما هي مسألة حدثت بالتدرج فأحنا كنا نحكي عن الغواصات التي نزلت في أعماق المحيط وماذا وجدوا في أعماق المحيط وجدوا ما بعرف شو هو التعريب باللغة العربية بس هي المدخنة أعمدة أعمدة من المداخن في أعماق المحيط تخرج لنا غازات سامة ولكن نسبة الحرارة في هذه المياه المنبعثة من المداخن مرتفعة جداً جداً لكن وجدوا أصناف من الحياة شبيهة بالحياة اللي موجودة أقرب إلينا من القشرة الأرضية اللي هي مثل السلطعون بالعراق نقول عليه السلطعون بالإنجليزي كراب هذول اللي عندهم خطافات كراب السرطان حيوان السرطان اللي يمشي على لكن لونه يختلف تماماً لونه أبيض ناصح ليس بحاجة إلى ألوان لأنه يعيش في الظلمة هذه الكائنات شوف البيئة كيف تأثر على الكائن البيئة والظروف البيئية مثل ما تفضل أخونا جان ليست بحاجة إلى عيون أصلاً لا ترى عمياء شو بدأ تعمل بالعيون إذا هي أصلاً عايشة في الظلام الدامس شو بدأ بالعيون فتعتمد على أشياء أخرى العيون وكل هذه الأعضاء بالمناسبة عندك أنت سيستم اقتصادي عضوي بايولوجيكال سيستم حتى يكون عندك عيون أنت قعد تصرف طاقة حتى يكون عندك منخار أنت قعد تصرف طاقة حتى يكون عندك فم حتى يكون عندك أذان حتى يكون عندك إيدين هذه كلها إلا هشو ما جاية هيك ببلاش الطبيعة سلم وستلم على قالة عاد الإمام سلم ننظيف أسلمك نظيف لذلك تحتاج الانسان يلتهم نحن وقاعدين ناكل أنا وقاعد أتكلم معاكم قاعد أشرب شاي أو أشرب قوة بعد شوية رح أروح ألف لسندويشي وراها إجا وقت العشا وش حد المرة إذا ما عام لعشا لازم نتعشا ولو في حدا بينام جوعان مستحيل بتصير كارثة بعدين ليش لأنه احنا عم نصرف طاقة بسبب كينونتنا الآن كيف أنه أنت هذه الجسد العضو الأعضاء اللي عندك أعضاء معقدة حسب البيئة اللي أنت تنتمي إليها بينما الكائنات التي تسكن في ظروف بيئية مخالفة تماما ليست بحاجة إلى أعين تخلصت من الأعين حتى تركز على وظائف أخرى تعتبر في ذلك في تلك البيئة أهم من العيون أهم من السماع أهم من الشم أهم من هذه الأشياء اللي هي فقط مثل ما قالها ريتشارد دوكنز إحنا نريد الجينات أنها تنتقل وتتناسل فقط هذا هو الهدف ليس الهدف أنك تصنع سيارة أو تصنع مركبة فضائية هذا ليس هو هدف الجينات هدف الجينات أنها فقط تنتقل إلى الجيل بعد جيل وتتناسل اللي هو الاستنساخ والكوبي يشبه ريتشارد دوكنز في كتابه المعروف اللي هي The Selfish Gene الجين الأناني ليش سماها الجين الأناني لأنه بكل بساطة عندما ترجع إلى الأصل حتشوف الDNA يستخدمك ويستخدمني أنا كمركبة نحن فقط مثل سيارة التكسي سيارة الأجرة تركب سيارة التكسي لدك تروح من هالمنطقة لهالمنطقة فأنا شبهني بالجين أنا الجين أنا ركبت التكسي وهذا التكسي هو الجسم الإنسان الإنسان كله أو الحيوان أو الكائن الحي الأرنب القطة الفأرة الحشرة كلها مركبات لكن كل واحدة من هذه المركبات إشي مرسيدس إشي تويوتا إشي سوزوكي إشي هذه هي المركبات يا ترى هل هي يعني نسبة النجاح في نقل الجينات الوراثية إلى الجيل الآخر متفاوتة كل الكائنات متفاوتة فيما بينها وحزر فزر أي نوع من الكائنات المتفوقة على البشر ومتفوقة على كل الكائنات الأخرى البكتيريا اللي ضرب عليها مثل أخونا جان بعثوا بها إلى الفضاء الخارجي ما تنسى أنه الفضاء الخارجي هي فراغ فراغ لا يوجد هواء لا يوجد أكسجين لا توجد درجات الحرارة شو هي كالفن معدل كالفن 2.3 يعني 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 تتجمد تتجمد تعفش يعني تتجمد يعني نسبة الحرارة منخفضة جدا 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 في الفضاء سبيس الخارجي تقول مستحيل الحياة معني there is no question لا تجادلني هذه معني مستحيل حياة تستمر في الفضاء لكن مثل ما ضرب المثل أخونا جان لا العلماء اختبروها وتركوا هذه المايكروبات سنين طويلة ليس فقط أنها تمكنت من البقاء على قيد الحياة وأنما تكاثرت وتناسرت وهي في الفضاء تكاثرت إذن المايكروبات هي الأصل موجودة من قبل 3.5 مليار سنة ولا زالت موجودها اليوم نحن فقط ناتج محصول يعني بدون قصد ظهر الإنسان ظهرت القردة والشمفانزي ظهر النياندرثال هومو إرقاستر هومو إركتر هذه كلها مجرد يعني لا يوجد هدف أو لا يوجد قصد مثل ما تفضل أخونا جان وإنما هي ناتج شيء يولد شيء لو لا توفر هذا الشيء لظروف مختلفة لو أن الدينوصورات لم تنقرض لو أن جدنا العظيم التهمه وأكلها واحد من هذه المفترسات الضخمة كان أنا وإنت هاليوم مش موجودين بكل بساطة كان ما ضرب عليها مثل العالم المشهور ستيفن جاي جولد عالم هاليوم هو راحل طبعا لأنه توفى لكن كان من أعمدة الإيفولوشن والحياة البيولوجية اسمه ستيفن جاي جولد قال ضرب مثل فكرة فلسفية يا جماعة لو رجعنا الشريط لورا يعني تخيل أننا رجعنا شريط الحياة إلى الخلف ورجعنا شغلناها بلاي طبعا هذه الأمثلة هي الالجيل القديم لما كنا نستخدم VH شو اسمه الفيديو الكاسيت مش هلا كل شو صار سيدي VHS VHS فكان كل شريط كبير تحطه بالفيديو وتلعبه هل يا ترى لو عندنا الزمن من جديد سيظهر الإنسان حسب اعتقاد ستيفن جاي جولد يقول لك لا أعتقد أنه لأن الصدف والعشوائية نسبة يعني من الأرقام مذهلة جدا هذه الأرقام الفرضيات وهذه أرقام الاحتمالات صعب جدا أنك ترجع وإن ظهر إنسان واعي بس ما راح يكون إنسان يشبهني ويشبهك ربما إنسان من نوع آخر ربما إنسان من الشكل المختلف دكتور عندك نياذ يعني أجمع يعني مثل ما بقوله أخواننا المسلمين أجمع العلماء لو أن النيزك اللي ضرب الأرض من 63 مليون سنة لما قبع الديناصارات لو مثلا حزع عن الأرض وما ضرب الأرض وأخذ المشتري كالعادي يعني المشتري هو يجزب النيازك القاتل للأرض لو أخذ المشتري بوقت وما ضرب الأرض فالديناصارات يعني عاشت 180 مليون سنة تقريبا فهال60 مليون سنة ما رح تكون شيء غريب على الديناصارات إنه تكمل وبقي الديناصارات بالتأكيد الساديات كان ما ظهرت يعني الساديات كان تمت مثل الفقران مختبئة بالجحور يعني لأنه موجود الحيوانات المفترسة كالديناصارات يعني ما بتسمح لأنه تتطور أصلا يعني إلا بالشيء بسيط بالجحور بالظلام وممكن تتطور لأشياء مختلفة غير اللي شايفين الساديات تمشي على أربعة هلا يعني هالأنواع الموجودة وحتى تطور الإنسان يعني القرى دي صحيح صحيح مظبوط كلامك هي ظروف بيئية وظروف حتى فلكية على مستوى الفلك على مستوى النيازك والشهب ووجود كوكب المشتري و إش معنى الحياة أكثر نجاحا على الأرض الشيء أكيد نبين وواضح لأن المسافة بين الأرض وبين الشمس هذه اللي يسموها The Goldilocks Effect أنه تساعد وتشجع على ظهور الحياة لكن هذه الكواكب الأخرى لا تساعد على ظهور الحياة بل هي مختلفة تماما هذه يستخدمها بعض الناس كأحدى الردود لما يحاجج المؤله بخصوص الثوابت الكونية وكل شيء موجود على الملي سكن وملي متر لكي تساعد لكن تشوف أنه 95% من كل هالعدد الهائل نحن ضربنا مثل في الحلقة اللي فاتت أنه كم عدد تقريبا كم عدد الكواكب والمجرات تفوق نسبة حبات الكريستال على شاطئ البحر الرمل رمل شاطئ البحر روح عد رح تقول لي مستحيل عد طيب وهي الكواكب نسبة أكثر من هذه نسبة الكواكب أنا أظن أظن يعني إذا جمعت صحاري الأرض كلها و رمال صحاري الأرض كلها ورمال شواطئ الأرض كلها حتى تضربهم بعدد النجوم وليس الكواكب الكواكب أضعاف أضعاف عدد النجوم ما رح تقدر تقارن بعدد النجوم صحيح صحيح ف المهم أما مفكرين أنه في انقراض واحد أتفضل أخي جام بدك تقول شي الانقراضات على كل حال نحن الحلقة الجاية رح نحكي على انقراضات ومبلش بتطور الحياة أنا بس بدي أذكر أصدقائي أنه أنا فتحت سكايب واللي بده يتصل ويدداخل يا ريت يعني أنا بتمنى منكم تتصل ويدداخل ويا شباب يعني ويكون التعليق والمداخل عن نفس الموضوع بنشأة الحياة في عندي صديقي جانو عايف لي تعليق هون أنا بتمنى يتصل ويعني ويشاركنا قلت حياتي لك ولي ضيفك الرائع عبو يوسف المشكلة في المجمعات المجتمعات المجمعات أو المجتمعات الدول الإسلامية يدرسون اختصاص اسمه جيولوجيا أي علم الأرض ويبين أن الأرض مرت بمراحل عديدة حتى وصل إلى مرحلة الحالية يبلغ عمر كوكب الأرض حوالي 4.5 ونص تقريبا مليار سنة السؤال البديه هو كيف الله صنع الكوكب بست أيام يعني أظن موضوعنا يعني نحكي بمسأ الله خلق بست أيام ولا بسبعة أيام الخرافات هاي يعني أنا حب شي أفتعد عنا شو رأيك أنت كيف بترد على أخ جان هو إذا كان الأخ السائل ساكن في شمال أميركا فالحق معه ليش لأنه يصيب بالذهول وأنا أحدهم هؤلاء المصابين بالذهول لأنه هذا البلد اللي يسموه سوبر باور القوة العظمى كلهم مفكرين جماعتنا اللي مش مسافرين بلاد برا ولساتهم عايشين في الدول العربية أميركا أميركا ودخيلك أميركا تعال شوف الشعب 45% من تعداد السكان يؤمنون بخرافة الخلق في ستة أيام هذا أحنا نحكي عن الأميركي ما نحكي عن واحد من العالم الثالث نحكي عن شخص من العالم الأول بسبب الدين وبسبب إيمانهم الحرفي بسفر التكوين طبعا الغالبية العظمى يا إما رح يكون مسيحي يا إما رح يكون يهودي فعندهم هذا الكتاب مقدس يقرأ بسفر التكوين يشوف أن الله خلق كل شيء في ستة أيام ولا زال رغم كل هذه العلوم ورغم كل هذه الثقافات يرجع ويعيد ويقول لك مصر أن الله خلق كل شيء في ستة أيام طيب أين المشكلة المشكلة هؤلاء يحاربون أول شيء يحاربون فكر الإلحاد يحاربون فكر العلمانية يحاربون فكر العقلانية يحاربون التطور والارتقاء الإيفولوشن يحاولون جهدهم أن يمنعونها من أنها تدرس في المدارس الحكومية في الولايات كل يوم رافعين قضية كل يوم رافعين محكمة ما معترضين على تعليم وتدريس الإيفولوشن هذه أين تحدث هذه ليست تحدث في السعودية هذه ليست تحدث في إيران هذه تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وحتى في كندا فلهذا السبب الحق معه أنه لازم نرد على هؤلاء الجماعة لازم نرد عليهم وهذا رأي الخاص طبعا أخي رياض للأسر في الشديد بصراحة أنه أمريكا يكون في هيك وضع هيك ناس بهال غباء هذا المستديم كأنها مصر نحن مصر نسمع كنهارين والثالث واحد رافع على مفكر قضية وهذا اللي بده يشنق ونقتله للأسف الشديد بأمريكا نفس الشيء المؤمنين المسيحيين حدث بلا حرج سعر المسلمين عداء العلم انطلاقا من هذا المنبر لأنه وصلت لي أخبار أنه في شخص تم قتله أعتقد في اليمن اسمه عمر يمكن أنا مش متأكد لس لأنه عمر بطويل بالضبط أنا راح أعمل حلقة بكرة وبعد بكرة عنه وانا بصراحة شيء شيء وانا نسيت يعني أحكي بالموضوع ولكن يعني للأسف الشديد شيء شيء مخزي يعني طبعا في عندي كانوا اتصال أخي رياض أنا آسف كان في عندي اتصال يعني بدي أرجع أتصل بالأخ لنشوف أتمنى يرد علينا في خطين هو نفس الشيء سلامات سلامات أهلا وسهلا تفضل أخي أنا آسف خط نقطع لأنه لعندي الكمبيوتر نحن أقول كربج ما في مشكلة ما في مشكلة يسعد مساءكو متحياتي لأبي يوسف صديقنا حبيبي المتابعين جدا له على القناة أخوة أخوية حبيبي تسلام مجرد سؤالين إذا ممكن تفضل أخي تفضل أول إش بس أنه بلاشتوا أنتوا بنظرية البقبال البجار العظيم آها زي أنا بيحكي أبي يوسف أنه بيحكوا الصلاة يعني هي مجرد نظرية هاي فإنه في شغلة يعني هي اتقطة مستوى نظرية صحيح ليهري مش فرضية صحوة هو الثيري والنظرية يعني المشكلة يا أخي أنه اللسان العربي الفصيح يعني النظرية ما تطورت لمرحلة العلوم يعني حتى تستوعب العلوم اللغة هي اللغة نفسها اللغة العربية ما تطورت اللغة العربية تمت مثل ما أنزلت في القرآن من 1400 سنة فالنظرية لما تجي العلم الحديث النظرية هي الحقيقة الواقعة لما تقول نظرية الواقعة بالضبط بالضبط هلأ نظرية الجاذبية مواقعة يعني نظرية أمشتين واقعة نظرية عليها نسبية نغرية كما لكن حقيقة لكن أنا في عندي السؤال يعني شو العيوب عليها يعني لش ضغف الفرضيات شو العيوب عليها طالما هي نغرية إذا ممكن نجاوب لأوي يوسف السؤال الثاني أه بعرفش إذا يوسف يعرف عن تجربة تيوري ميلر هاي تجربة سنة الخمسين في جامعة شيكاغو اثنين حسنة حملوا المواد المكوّل القشرة الأرضية اللي هم أطوق على الميثان وأمونيا و هادروجين فيه كبان ما تنسي شوية وأنشأوا أمينات مواد كيمائي يعني من كيميكالز أنشأوا أمينات وممكن أن تكون هاي كلام من أصل الحياة زي ممكن زي بعرف عن هاي النظرية الفجر التيوري ميلر زي ممكن أعطينا بس نبذي عنها شكرا 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 لك أخي شكرا لك وشكرا للمشاركتك ونتمنى تشاركنا على طول أنا على طول معكم أكيد أكيد يلا سلام افضل أخي النظرية هو أشي لازم أقلد الجماعة لون هم بيحبوا التقليد مجرد نظرية يا شيخ هم هذا كلام واشه الهرجة هذي يا شيخ مجرد نظرية أبل أبل تقلد النظرية مجرد نظرية مجرد نظرية لبحوني طبعا يعني هو هذا واحد اسمه الأناوي وكثار هما صراحة كثار هذا الكوزماليكتك هايثم هايثم برع وهيثم شو اسمه طلعت طلعت يقول زكوس ملوجيكة لكون ستانتي يا أخي أنا فكرت شتيمة أو مسبة لأن الطريقة اللي عم بيقولها بالبداية شي غريب نظرية يعني تيبيكال تيبيكال بالنسبة بس النظرية أنا بسألهم دائما للمعترضين المؤلهة أقول لها يعني بشرفك نحن نقولها بالعراق بشرفك 95% من مش علماء أميركان ما عم نقول علماء أوروبا علماء من كل أنحاء العالم حتى اللي من شريلانكا هاي إذا كان عندهم علماء شريلانكا وأندونيسيا وشوف لك أي بلد معذرة بوركينا فاسة بوركينا فاسة وضرات بوركينا ضرات بوركينا فاسوش وإحنا منا متفقين كلهم بيناتهم على صحة النظرية التطور والنشوء الدارويني سميها مثل ما بدك تسميها يعني أنت تريد تقول لي أن هذول كلهم عايشين على مؤامرة عايشين على أنهم طبعا في كثير منهم أصلا متدينين في منهم مسلمين في منهم مسيحيين في منهم يهود اليوم أعتقد إذا أنا مش متذكر اسمه كافن ميلر أعتقد كافن ميلر مسيحي بيولوجي متخصص في مايكروبيولوجي مايكروبيولوجي هذا أكثر شخص يتصدى لهجمات التصميم اللي سموها بين قوسين التصميم الذكي اللي هي شو بيسموها بالإنجليزي إنتاليجنت ديزاين إنتاليجنت ديزاين ف مين اللي بيكتب أكثر شيء في التصميم الذكي ضد النظرية التطور والارتقاء أحد الأشخاص الدكاتر المعروفين اسمه مايكل بيهي مايكل بيهي وفيه واحد تاني اسمه ستيفن ماير ستيفن ماير على فكرة ستيفن ماير ومايكل بيهي كل هيثم طلعت وعمر شريف وفاضل سليمان وبما فيهم عدنان إبراهيم يستنبطون ويعربون كل معلوماتهم من هؤلاء الاثنان فقط من هذا الدكتور الواحد اسمه ماير من التصميم الذكي ليش لأنه مسيحي لأنه مسيحي متطرف من جماعة البروتستانت اللي يأخذ الإنجيل بالحرف يعني كل ما هو مكتوب بالإنجيل صحيح وما تناقشني فيه هذا كله جاي من الله يشبه المسلم تماما من حيث القرآن فما بالك يا أخي أن المتدين نفسه المسيحي قبل الملحد المسيحي قبل الملحد يدافع عن النظرية لازم أيضا تميز بين المفهوم الصحيح للنظرية هذه ليست نظرية لغوية مثلا نحن بالكلام العامية أقول لك أنا عندي نظرية صدام حسين كان واحد قواد كلب إذن كرد هذه نظرية لغوية لكن نظرية المنهج العلمي تختلف عن هذه المفردة في اللغة بل هي عبارة عن أفضل تفسير موجود بناء على البراهين والأدلة من كل أنحاء العالم ومن كل العلماء بناء على هذه الأدلة والبراهين يا جماعة نظرية التطور صحيحة والأدلة والبراهين المؤيدة للنظرية أكثر من قوانين إسحاق نيوتن أكثر من النسبية الخاصة والنسبية العامة لأينشتاين حتى أكثر من البيك بانك طبعا المسلم ما عنده مشكلة أنه يجيب لك اسم عالم من علماء الكوزمولوجي بخصوص نشأة الكون البيك بانك وليست لدينا مشاهدة وليست لدينا معاينة بل هي مجرد استنتاجات ضغم ذلك ما عنده مشكلة أبدا بالعكس لأنه هذه تفيد مصلحته هو لكن تعال بالمقابيل افتح موضوع التطور والارتقاء مجرد نظرية هذه كلام يا رجال ويش هالهرجة هذه تنقل بالآية تماما هذا بخصوص السؤال الأول ما بعرفش إذا بدك تعقب أو ممكن ننتقل للسؤال الثاني خي لا ننتقل للسؤال الثاني يعني بخصوص نعم تجربة ميلر وزميله هي تجربة معروفة جدا وبالمناسبة يعني يعتبر عنصر خلينا بس أشيل المايكروفون عنصر الكربون أساس الحياة ثم يأتي من بعده الأكسوجين والهايدروجين والنيتروجين وسبب كون الكربون مميز هو نوع الروابط اللي يكونها مع العناصر الأخرى ومع ذرات كربون أخرى الكربون من وين إجت بالمناسبة الكربون هذا اللي يلعب دور كبير في حياتنا إحنا جاية من النيازك وجاية من الشهب أكثر شي الفكرة المطروحة هي أن الحياة تكونت عندما اتحدت ذرات الكربون مع العناصر الثلاثة الأخرى في خمسينيات القرن العشرين قام طالب اسمه ستانلي ميلر ببناء بالمختبر أداة غريبة الشكل يعني مصنوعة من القوارير والأنابيب أنتو كلكم شايفين مختبرات الكيميا وملأ إحدى القارورات بالغازات الغازات التي ظن أنها ملأت الغلاف الجوي يعني نرجع ونذكر ونقول أن الغلاف الجوي في بداية النشأة تختلف عن المكونات الموجودة اليوم وطبعا وضع في هذه القارورة طبعا أوصل بالقارورة شوية مي لأنه كان هناك نسبة من المياه بعدها وضع جهاز تفريغ كهربائي يشبه السبارك اللي هي تعبر شحنة كهربائية لأنه كان الطقس أنا ذاك في البداية عواصف رعدية كثيرة هناك عواصف رعدية وبعد الانتظار لمدة يومين فقط ظهرت مادة لزجة يعني مثل الصمغ تشبه الصمغ تتكون على جدران القارورة على جدران القارورة وعندما قام بتحليل هذه المادة وجدها أحماض أمينية اللي احنا تكلمنا عنها في بداية الحلقة أمينو أسدز هذه تدخل في تركيبة العضاء الحيوية في الكائنات الحية أنا وإنت وكل الكائنات أن الأحماض الأمينية مكونات تتشكل عندما تتحد درات الكربون ومن هنا أهمية الكربون مع بعضها ومع عناصر أخرى الكربون مثل الصمغ يعني ضربت أيضا مثل في الحلقات الأخرى إذا أنت تريد تصنع بيت من ورق ما رح تقدر تخلي ورقة فوق ورقة إلا وإذا استخدمت صمغ شوية صمغ حتى تلزأهم في بعض حتى يتماسكوا ومن هنا يدخل دور الكربون يعمل تقريبا نفس الأسلوب يدخل في اتحاد مع هذه العناصر الأخرى وهي وحدات البناء الضرورية للبروتينات ثم الخلايا الحية وهي مكونات ضرورية للحياة هو استطاع بنجاح من تجربة جدا بسيطة جدا سهلة في المختبر أن يبين الهدف الظروف الطبيعية بدون تدخل معجزة بدون تدخل ملائكة بدون تدخل أنبياء ورسل ظهرت لنا المكونات الأساسية العناصر الأساس التي نحن بحاجة إليها للحياة هذا بخصوص السؤال الثاني لا أعرف إذا عندك تعقيب خيجان عندي كمان أسئلة بصراحة أنا أسف أصدقائي إذا تسمعوني في عندي الكمبيوتر شوي معاصلج معي اليوم فبتمنى نصلح الوضع في عندي مشكلة ستار بآسف كتير على ممكن أعاقب جان بعدين أعطيني ثامز لما تكون جاهز أعاقب على الجواب يعتقد أغلب العلماء أن الظروف البيئية هذه واحدة من الاحتجاجات على ميلر أن الظروف التي كانت على الأرض قديما مختلفة جدا عن تلك التي حكاها ميلر لكن العلماء يعتقدون أن الحياة ربما وجدت مبكرا قبل ثلاثة مليار ونصف المليار سنة الدليل يأتي من بعض أقدم الصخور الموجودة على سطح الكرة الأرضية خصوصا في غرب جرين لاند والتي يبلغ عمرها أكثر من ثلاثة مليار سنة هذه تحتوي على بصمات كيميائية تدل على بكتيريا أو مايكروبات قديمة جدا من هنا أن العالم البيولوجي لا يتكلم عن جهل لا يتكلم عن فقط فرضيات مجرد فرضية وإنما هو يبني هذه الاستنتاجات على المعاينة والمشاهدة والمنهج العلمي فهذه الصخور أنا أسكن في منطقة في كندا قريبة على جبال الروكي وهذه الجبال في بعض المناطق خصوصا في بريتش كولومبيا أو كولومبيا البريطانية هذا الإقليم أقدم الصخور موجودة فيها أقدم الصخور تعود إلى 3.5 مليار سنة وحتى في أستراليا موجودة وهذه المنطقة جرينلاند فهذا بس بشكل سريع فضل خيجان في عندي أسل بصراحة هون بيقول الأخ سيف بيقول سؤال لأمير البحث هل سمعت بكوكب X وبقصة ناكي نعم ولكن هذا مش في موضوعنا للأسف هذا يخص التراث السومري البابلي القديم العراقي وفعلا بشكل مختصر أن هي تعتبر هذه القصص وهي كانت أساطير يعني السومري إذا ترجع بالزمن وتسئلة تقول يا الحبيب هذه القصص ما الأنوناكي الذين جاءوا من كوكب X وهم الذين خلقوا البشر على الأرض هل أنت فعلا تصدقها هل هي فعلا يعني واقع يقول لك لا هاي أساطير وهو يعترف أن هي أساطير بدليل اللي وجدناه من اللي نسميه الخط المسماري المنقوش على ألواح من الطين بفضل العلماء الأجانب مش بفضل العراقيين اللي المفروض نروح نفتش على حضارتنا ونروح نفتش على تراثنا لا معتمدين على الرجل الأبيض يأتي هو يستكشف ويأتي هو يبحث وهو اللي قاعد يحارب داعش لأنه داعش تتخرب وتتزرب على للأسف الشديد هذه الجريمة النكراء ليس فقط بحق البشر وإنما أيضا بحق التراث اللي في سوريا واللي في العراق هذا التراث ما يتجدد هي مرة واحدة فقط ولكن هذا بالنسبة للأنوناكي وهذه هي المهد التي من بعدها تعتمد عليها نصوص التورات نصوص التورات تعتمد عليها ماذا من بعد هي مثل التطور والنشوء تعتمد عليها النصوص المسيحية نصوص المسيحية تعتمد عليها ماذا من بعد القرآن هي سلسلة ترجع للأصل للأنوناكي وقصص السومريين وهي في الأساس أساطير وهذا هو الشيء المضحك تفضل خيجان إذا بدك تقول شي في عندي السؤال من الأخت رشا بتقول أنا رشا من العراق وحييكم على هذا البرنامج وأنا من أشد المعجبين بأمير البحث شجاع ابن بلدي وعلى ثقافة ومعلوماته الغزيرة ولكن أنا بسبب هذه الحاضرات أو المحاضرات بهي المفروض تركت الصلاة وأنا خائفة جدا ومحتارة هل أنا على صواب أم على خطأ شكرا لكم أختي وعزيزتي رشا بنت بلادي رحب فيتش وعلى راسي من فوق وبالنسبة أنا يعني أشكرك على الكلمات هذا من لطفك وهذا من ضوقك أنا يعني نصيحتي الخاصة إلك إنه لا تعتمدي على كلام أمير لا تعتمدي على كلام جان لا تعتمدي على ريتش دوكنز وإنما اعتمدي على البحث العلمي المنهج العقلاني وإنت ادرسي وناقشي واسألي إن كان لديك حرية السؤال أنا ما عرف هل أنت لازلت في العراق أم خارج العراق ولكن من حقك أنك تسألي وتناقشي وهذا ما نقول كمستنيرين ومثقفين وعلمانيين أنت يا مسلم بدل ما تتهمني هذه الاتهامات تعال ناقشني خلينا ندخل في حوار ونشوف أنت عندك آرائك وأنا عندي آرائي لكن أرجوك تعطيني حرية التعبير عطيني حرية أني أنا أقول لك فيما ذهني أنا أيضا إنسان مفكر وأنا ليست يعني مجرد أني كنت نايم وصحيت ثاني يوم الصبح لقيت نفسي ملحد لا وإنما هي تراكمات من الثقافة والبحث والدراسة الصلاة هناك بالنسبة بخصوص الصلاة يمكن أنا قريت هذه المقالة قبل يومين فقط العلماء قاموا بإجراء تجارب وفقا للمنهج العلمي جابوا ناس قالوا لهم يا جماعة رح تصلون علشان X وأنتو يا جماعة ما رح تصلون أنتو رح تتمارسون حياتكم بشكل طبيعي نريد نشوف هل الصلاة تأثير هل الصلاة ده تجيب نتيجة هل الصلاة ده تواقع الجواب المختصر الشديد وبدون ما ندخل بالتفاصيل لم تغير الصلوات شيئا أبدا وكأنما الأمور تسير هي هي بغض النظر عن صلاة بغض النظر عن عدم الصلاة لكن هي علاقة شخصية هي علاقة شخصية إذا أنت ربوبية ماكو مشكلة صراحة بالربوبية الربوبية هي أخت الإلحاد وهي أخت اللا أدرية الأغنوستيك نحن كلنا فيما بيننا هدف مشترك نحن لا نصدق بالأديان والديانات نحن لا نعتبر الديانة الإسلامية أو المسيحية اللي سموها الإبراهيمية أنها نزلت من السماء بل بالنسبة لدينا هي من وضع البشر ومن اختلاق البشر والسؤال الأول بخصوص الأنوناكي وكوكب أكس هذا يعني من أكبر الأدلة ومن أكبر الشواهد على أن كل هذه القصص هي اختلاقات من رأس الإنسان ومن ذهن الإنسان هذا الجواب بشكل مختصر وأنا بخدمتك القناة موجودة والأسئلة والإيميل والفيسبوك وتحت أمركم بالضبط شكرا لك أخي رياض يعني بصراحة الأخت رشا ليس وضعك أنت وحدك فقط يعني حتى كل كلنا مرينا بهذه المرحلة طبعا تجربة الشخصية بتختلف ولكن أغلب الأصدقاء يعني اللي بعرفهم مروا بهذه المرحلة هاي بالبداية تركوا الصلاة ولازال كان الخوف موجود لأنه الخوف اللي وردناه عن أهالينا للأسف الشديد يعني خوف خوف شديد 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 لحتى وصلنا للمحلة للانحفاظ هاي في عندي سؤال من أظن الأخت لولتاء لولتية أظن أو شيء من هالقبيل أنا لا يعني لفظي شوي ما وزيادة ألا تروا أن الموقف الأصح هو اللأدرية لأنه جزاً بشيء لم نراه أمر صعب أعتقد هذا ممكن يكون موقف المستقبل ما هو الأمر الذي دفعكم لحسن موقفكم لصالح الإلحاد مع احترام لكم لا أدرية لا أدرية هو منهج علمي وهو المنهج الصحيح من وجهة النظر العلمية يعني من الخطأ على العالم الباحث المتخصص أنك تسأل سؤال فلسفي بخصوص وجود الله ويقول لك مستحيل أن هناك إله العلوم لا تثبت ذلك هذا هذا رح يكون جواب خطأ بل رح يقول لك لا ندري ليش لأن العلوم دائماً في حالة تواصل ودائماً في حالة اكتشاف ودراسة وبحث ودائماً يقول لك العالم المتخصص هذا السؤال لا تسألني ياها لأيلي روح اسأل واحد من رجال الدين أو روح اسأل واحد من المتخصصين في الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة لكن نحن كباحثين هذه الأسئلة الروحانية أو الفلسفية لا تخصنا ليش لأنه نحن نتبع المنهج العلمي هنا اللا أدرية صحيحة بالنسبة للملحد يقول لك الآن رح ندخل بالفلسفة يقول لك لا تتوفر لدينا الأدلة والبراهين الكافية لكي تشير أو تثبت لوجود خالق وهناك مشاكل فلسفية في مفهوم الإله نفسه هنا رح تدخل من باب الفلسفة الملحد شي يقول للملحد يقول أنا بالنسبة لإلي شخصيا تفكير الفلسفي واعتقاد الخاص بناء على هذه الاستنتاجات الفلسفية صعب جدا أن يكون هناك خالق اسمه الله أو خالق اسمه يهوى أو خالق اسمه المسيح أو خالق اسمه زوس بناء على المنهج الفلسفي المنطقي 1 زاد 1 يساوي 2 أرى أن كل الاستنتاجات الفلسفية تشير إلى عكس وجود هذا الإله فأنا أميل نحو الإلحاد بناء على هذا المنطق فهنا الاختلاف بين اللا أدري واللا أدري إذا كان يريد أنه يأخذ المنهج العلمي مع حق المنهج العلمي يقول لك لا هذا ولا هذاك بل هو منهج العلمي ونقول لك ما ندري لا أدري المنهج الفلسفي هنا اختلاف واحد يقول لك الفلسفة أنا أعتقد أن الله ليس موجود إذن أنا ملحد واحد يقول لك نص ونص ومن هنا هذا هو رأي الخاص أنا بشكر كثير أخي رياض طبعا يعني أنا جوابي إنه يا جماعة خلونا تسامي يعني أسماء هي ون كلهم على نفس المبدأ يعني الكل اكتشف إنه الدين الديانات هاي والغيبيات هاي أشياء خرافية يعني أشياء لا تمت بالواقع بالصلة وهي نتيجة لتطور الإنسان ودماغ الإنسان وأسئلة الإنسان فلما نقول ملحد أنا بالنسبة إلي يعني شو معناة ملحد بالنسبة إلي شخص أنا أدعي إنه أنا ملحد وما معنى ملحد بالنسبة إلي الملحد بالنسبة إلي هو الشخص اللي يعتمد على العلم فقط يعني ما بيقول لك أنا أعرف كل شيء أعرف هناك لا يوجد إله أنا ما بيهمني أصلا إن كان هناك إله ولا ما في إله إذا في إله خلي فرجيني نفسه يعني بحتى أعرف وخلصنا من الحكاية يعني أنا باعتمد على المخبر على المختبر على الأدوات العلمية لحتى أجاوب على الأسئلة اللي تلزمني بحياتي الشخصية بحياتي الفكرية بحياتي العملية هلأ أشياء هاي ما باعتمد على الغيبيات بمسألت إنه آه هذا لا أدري وكلتنا في حلقة وحدة بصراحة يعني ولما تترك الدين ترجع كلها بالفلسفة والفلسفة لن يعني تطرح أسئلة ولا تعطيك أجوبة هاي الفلسفة هاي يعني الفلسفة يعني شغلتها ما تعطيك أجوبة أصلا الفلسفة شغلتها تطرح عليك أسئلة فالأجوبة غير مجاؤولة كان ملحد ولا ربوبي يعني أنا بالنسبة اللي الربوبي هو هو ملحد ولكن خايف الخوف اللي ورطع من هالديانات هاي لازال فيه فبيقول أنا إذا فيه رب يلا مشينا يعني مع القافلة بالضبط يعني فهذا رأي يعني كلتنا في نفس المجموعة ولكن يعني المتآمرين المؤمنين يحبوا يشلفوا علينا التسامي هذا لا أدري وهذا جنستيك وهذا مجنستيك وهذا بطيخي يا جماعة كلتنا في بلتقة وحدة كلتنا نبحث عن الحقيقة والعلم بطريقة علمية نبحث عن الحقيقة بطريقة علمية غير الخرافات يعني مسمي ما التشاء يعني ملحد ملحد يا أخي أنا ملحد بأديانكم وملحد بأفكاركم وملحد بطريقة حياتكم بنحطاتكم بكل شيء فيكم وانتهى الأمر أما تجي تقولي والله في الله إي ما بعرف يعني أنا شربت معه الشاي يعني تحتى قال لك والله في الله بالإنجليزي they put titles false false titles on us لكن أنا تكلمت مع كل هذه الطبقات تكلمت مع الربوبي تكلمت مع الملحد تكلمت مع اللا أدري صراحة برو we're all the same we're all the same we all have يعني كلنا بحاجة عطش للمعرفة عطش للتساؤل الإنسان وقت ما يبلش يبطل يسأل أسئلة حيرجع يصير تكرمون حالة حال الحيوان ما يسأل عايش بس يأكل ويشرب وينام ويزرب لكن الميز الإنسان أنه يسأل يثقف لا تأخذ واحد يجالك وقالك هذا الكتاب نزل من السماء أوكي ماشي نزل من السماء وتصير تنصاع مثل الأعمى يمشي وراء أعمى روح اسأل على البرهان روح اسأل على الدليل روح ناقش روح فتش وعندك العلوم تستخدم العلوم كسلاح العلوم التطبيقية والتجريبية هي أسلحة مثل الفيزياء والكيميا والأحياء لأن هي لها القول الفصل والقول الحكم في نهاية المطاف إذا كان عندك اثنين من الفلاسفة مختلفين على موضوع من المواضيع على سبيل المثال الإنسان نزل من السماء جد اسمه آدم وجد اسمه حواء إجاء لك العلم قال لك لا نحن جايين مع سلف مشترك بيننا وبين كل الكائنات الحية اللي على سطح الكرة الأرضية إذن هذا التفكير الفلسفي الديني خاطئ لأنه لا يتماشى مع التطبيق الواقعي من خلال المنهج العلمي هذا هو الشيء الوحيد في عندي شغلتين بس قبل ما نختم الحلقة يعني صار وقت الحلقة أنا آسف كمان وبصراحة الحديث مع الأخ رياض ممتع إلى أبعد الحدود أنا بيتمنى عمل معه حلقة كل يوم شكرا حبيبي أنت ترجمة القرآن وفي عنده كتابات تانية مشغول فيها فالرجل أنا حكيت معه وقال لي أنه مضطر أقل أسبوعين ثلاثة يعني رح منهلة أظن أسبوعين ثلاثة منهلة حتى يفضى حتى ينهي أعماله ورح يحدثنا عنه طبعا بأول حلقة نلتقي فيها وهو معنا ودائما معنا على الفيسبوك يعني يتحملونا شوائي ويعني نبينا هذا هو يقرر متى يعود في سؤال من أخ متابع بصراحة هو مسلم مؤمن بطرح السؤال على كل الحلقات يعني كل حلقة يحط عليها تعليق يقول أظن خلينا بس نقرأ تعليق من هالتعليقات هاي أو أنا حفظانه على كل حال ما في مشكلة أنه ليش يا جماعة الأوروبيين والأمريكين يتهافتون على دين الله يفواجه وليش العلماء الأمريكيين والأوروبيين يتهافتون ويدخلون على دين الله يفواجه فبشان ما تقول ما ردوا علينا فضل أخي رياض جان ممكن أنت ترد أول شي أنا بس بدي هيك على السريع أنطلق وأعطيك أنت فرصة أول شي رد على السؤال وأنا سرد من وراك إذا أمكن أولا الدعاية السعودية هاي يدخلون في دين الله يفواجه يعني على أول بس يتفكر أنه جماعة المؤلفة قلوبهم اللي دفعون لهم فلوس يعني مثل محمد علي كلاي والمايكل جاكسون والله العالم هاي روح أقرأ حديث المؤلفة قلوبهم أو آية التفسير المؤلفة قلوبهم وأنت بتعرف شو معنات المؤلفة قلوبهم أما الناس العاديين اللي عم بدخلوا فأغلبهم بالسجون من السجون هم المجرمين فيجدون بفكر الإجرام الموجودة عند المسلمين فيطبق معهم يعني والبقية واحدة يكون حابة واحد زوجت وصارت مسلمة بعد سنتين اكتشفت شو خراب الإسلام مثل ما صار مع أختنا أميرة أخدت المصري هذا وشافت نعمة الإسلام فبتركوا الإسلام وصدقني ما في شخص دخل الإسلام إلا تركه وبالنسبة إنه الدعاية هاي الدعاية السعودية الوضيعة إنه الناس تدخل في دون الإسلام هو الدين المنتشر في يعني الأكثر انتشارا هاي جامعة بوستن وهاي تقارير شوف ما هو الفكر الممتأس أسرع انتشارا هو الفكر المضاد للغيبيات اللا أدري والإلحاد وهالتقسيمات اللي انتم حطيت ونحن ما نعلاقة فيها أصلا يعني فروح شوف يعني الدراسات جامعة بوستن وغير جامعات كامبريج وغير غير كتير في دراسات يعني وشوف مين اللي أكتر انتشارا مين أي فكر أكتر انتشارا بس الدعاية السعودية اللي تدفع المليارات يعني سكاي نيوز عربية يعني أنا ما كنت أتصور قبل ما يفتحوا سكاي نيوز سكاي نيوز هون موجود وبريطانيا سكاي نيوز مثل بي بي سير يعني الإنجليش غير العربي بصراحة يعني الإنجليش غير العربي يعني إعلاميين بدرجة ممتازة إعلاميين بدرجة ممتازة سكاي نيوز عربية نسخة كاملة نسخة طبق الأصل من قناة العربية السعودية اللي تدعمها السعودية فالدعاية السعودية هي الوضيعة هي اللي بيقول لك والله العالم الفلان الرياضي أسلم شو بيعرف عن الإسلام بيجي واحد بلقنا قدام محاضرة مثلا الناس قاعدين بيقول له بشان ينطق الشهادة لا لا إلا الله محمد يقول إلا الله لا إنتي إيش بتعرف عن الإسلام تحت تنطق لي كلمتين عم تسمع وما بتعرف شو أصلا ما بتعرف شو عم تحكي أي إسلام وأي بطيخ يعني هالمجازر هاي شايفين هاي كلها هالناس اللي عم تترك الإسلام اليوم قتلوا صديقنا على الفيسبوك صديقنا للأسف الشديد يعني في اليمن لأنه ترك الإسلام هالوحشية هاي كلها ما نتشايف هالدعاية الوضيعة اللي حطوها السعوديين وحطوها بمخها لك على شو بدي يدخل الإسلام فهمني على الانحطاط الموجود على التخلف الموجود عندكم يعني على شو إيش في عندكم فهمني إيش عطيتوا للعالم غير الجريمة والانحطاط إيش عطيتوا للعالم فرجيني شيء أخلاقي أقل الشيء يعني نبيكن مط على مرت ابنه شو عطيتوا شو عطيتوا يعني لو بقي لو مو الحركة التنورية بأوروبا وأوروبا صارت ساولتكم الموبايلات كتر خير ومساولتكم الانترنت كنتوا عالجمل لحد هالله وعالحمير آسف رياضة ما فعلت يعني بالمعنك سضم صوتي إلى صوت وانا واحد من الناس مع زوجتي نعمل دائما في مجال إغافة ومساعدة اللاجئين دائما بينسى أنه اللاجئين شوف المسخرة انت حلل المسخرة وشوف الكلام هما تاركين بلادهم الإسلامية تاركين بلادهم الإسلامية هربانين من العفن هربانين من الوساخة اللي موجودة فيها ثلاث ارباع هن عم بيغرقوا بالبحر أثناء عملية القشغ والتهريب والتسليك رايحين على وين اسأل نفسك بلاد المشركين وبلاد الكفرة وبلاد الملاحدة رايحين على أوروبا بدي أروح ألمانيا دخلكم وصلوني على ألمانيا دخلكم بريطانيا بدي أروح على كندا عدنا هون تيكت لإنجلترا وعدنا هون تيكت لكندا أي واحدة بتفضل آه يلا نجرب كندا بيقولوا كندا منيحة اجوا هذول واجوا طبعا السعودية ما تستقبلهم طبعا الحكومة الدولة الإسلامية في إيران ما تستقبلهم حرام إذا سمعنا في يوم من الأيام طيارة طيارة 250 نفر على حساب الفلان الفلاني من الحكومة الفلانية الإسلامية يروح يجيب هذول الناس ويعيشهم عنده باب الفاتيكان قبل كم يوم على مسؤوليته وعلى نفقته الخاصة هذا رئيس الصليبيين دير بالك الصليبيين راح وجاب شوية كم عائلة ساعدهم على نفقته الخاصة وصلهم إلى إيطاليا وهم طبعا بدون شي أنت تشوف العائلة الوحدة سيد العارفين هل ممكن يكون لهم طفل واحد لا كيف يصير هل ممكن يكون لهم طفلين لا شلون سبعة عشرة اثنعاش المرة عندهم بتخلف وترجع على قولة المسرحية مكن التفريخ متجوز له مكن التفريخ أرانب وانتشر الإسلام هذا هو الانتشار الإسلام اللي قاعد يتكلم إسلام هربان من إسلام يانتشر إسلام هربان من إسلام من إزبالة دي انتشر وين دي انتشر بهالدول وطبعا أنا ما أعرف هذا موضوع موضوع آخر أنه هل المفروض أن هذه الدول روحوا تتحققوا عن الشخص هذا الصلعمي اللي تجيبوه فتشوا عنه فتشوا عن تاريخه عرفوا مين هو يعني داخل ومرت لابسة البرقع طالعا بس عيونها مثل النينجا أخوات النينجا إذن غير بعدين يطلع الإرهاب من أوروبا يقول لك شوف الآن بدأ الإرهاب يظهر من إنجلترا ومن هما كلهم عرب وكلهم مسلمين بالأصل هاي هي الخريط يعني معرف المهم هذا جوابي بشكل مختصر فضل أخوي أنا بتشكرك كتير أخي يا رياض وشكرا كتير لوقتك التامين لعطيتنا يا وطبعا أصدقائي إن مواعيد أخرى مع الأخ رياض في مواضيع تانية سلسلة أظن لن تنتهي بسلام إلا وقد دخلناكم دين الإلحاد شكرا أخي جان وأنا جدا مستمتع بهذه البرامج هي ليست مفيدة فقط نحاول نثقف الجمهور من الشباب لكن هي أيضا مفيدة لإلي أنا شخصيا يعني أنا في أشياء بأنساها وأخوك يعني مثل ما أنت شايف عمري ديتقدم فالإنسان كل ما يزيد عمري يقوم ينسى ينسى فهذه البرامج دا تفيدني إلي يعنيهم دا تفيدني إلي بشكل غير مباشر أو مباشر وبخدمتكم وبخدمة العقلانية وبخدمة التنوير وشكرا أيضا الشكر الجزيل للأخ جان لأنه هذا أيضا من وقتك وهذا أيضا من مجهودك وتحية كبيرة لأخونا جان أيضا تسلم حبيبي تسلم بصراحة أنا كمان مثل ما قلت يعني أنا أستفيد بهالبرامج هاي من الأصدقاء يعني سماعيب زمانه قالوا له يعني أول ما حط اشتغل ببرنامج بطل أسود بعد تقريبا خمسين حلقة في حالة وغيرون سأله شو غير فيك شيء ببرنامج قال أنا يعني صرت أفهم الناس يعني صار صار يستوعب كل ما كل إنسان عنده شيء ممكن أستفيد منه فأنا كمان مثل ما قال أستفيد من الضيوف من من أصدقائنا يعني كل إنسان أستفيد منه شيء فكرة أستفيد منه معلومة جديدة أنا لا أعرفها وبصراحة يعني أنا أنا لست من المثقفين ولا أعتبر حالي من المثقفين أنا الرجل هاوي علم هاي كل أنا شاعر وأهوى هويت العلم ولا أدعي أني مسقف ولا أدعي أني مفكر ولا ولا أبحث حتى يعني أنا أستمتع بقراءة العلم فقط يعني العلم علم الفلك علم الفيزياء المستقبلية هالمسائل هاي أحبها كتير بصراحة وكهواية يعني أستمتع فيها وبقراءتها وبمتابعتها هاي ولست مثقفا مثل ما قولوا من جماعة المفكرين اللي يوجهون الشعوب واللي يعملون هكذا وهكذا كما قالت الفصحة العامية وأنا معك أضم صوتي إلى صوتك أخوك نفس الشي هاوي أنا أعتبر نفسي هاوي لهذه المجال أحب الثقافة أحب العلوم الإنسان عنده نوع من شعور بالبهجة عندما يكتشف جواب على سؤال كان غامضا ومن بعد ذلك يسلط الأضواء وينقشع الظلام ينقشع الظلام تعطيك نوع من النشوة تعطيك نوع من المتعة النفسية الذهنية وهذا اللي يميز الإنسان فنحن بس نتشارك معكم يا جمهور وأنتو أيضا منكم أساتذة على رأسنا من فوق ومنكم جماعة قاعدين ساكتين ونحن نشجعكم اطلع اخرج اجهر ومن هنا جاء يعني اسم على مسمى برنامج اجهر وبالإلحاد لمن استطاعوا إليه سبيله ونحن نقولكم اجهر لأن أنا عارف أنه فيكم فطاحل وفيكم ناس أذكياء وفيكم ناس مختصين لكن عندك شك في نفسك لكن عتب عليك إذا أنت ساكن في بلد الحرية دعنا نقول أنت ساكن في أوروبا أو ساكن في أمريكا أو في أستراليا ولا تريد أن تخرج أقول لك لا الحق عليك أخرج حتى تكون أنت مساهم معنا تكون أنت مشارك معنا وإلك فضل يعني إلك فضل وإلك شكر وشكرا لكم أنا أضم صوتي لصوتك أخي رياض يعني بالفعل نحن لنا كما أقول الطبق المثقف اللي تقود العالم أكيد ناس قاعدين وعم سمعونا هم من الطبق المثقف ممكن يقودوا العالم بس الخوف اللي زرعوا الدين المنحط هذا الدين الإرهابي هو اللي خلاهن ساكتين وأنا أشجعكم يا جماعة إجهروا نحن يعني مثل ما أقولوا مشجعين نحن نشجع المفكرين أنه يطلعوا يطلعوا ويفكروا بصوت واضح يفكروا يقولوا نحن هنا وهنا يقودوا الشعوب ويطلعوا من هالحروب هاي يفهموها الناس هاي يعني المثقف اليوم يعني الأسب الشديد يعني اللي يتكلمون معدودين على الأصابع وعلى أصابع يعني يد الواحدة ما يتنتين كمانا طيب أخر رياض أنا بشكرك كتير طبعا أكيد رح نلتقيك بحلقة تانية الحلقة الجاية مع الأخر رياض ما بعرف رح نحددها بعدين لأنه صار في خربطة في اليوم الأحد والثلاثة فحسب وقت الأخر رياض ورح تكون عن تطور تطور الحيوانات البرمائية إلى عصر الديناصورات وقد منصل إلى الإنسان لا نشوف حسب التأسير مثل ما كلمة أخيرة أخير رياض حبيبي أنت تحياتي إلك وتحياتي إلى الجمهور الكريم وشكرا على المداخلات ونريد منكم مداخلات أكثر ومشاركات أكثر وإلكم العذر ربما يكون الوقت لكن أيضا أنا سعيد دائما بالتعليقات وسعيد دائما بالمشاركات وعلى أحر من الجمر للحلقة القادمة هذه من المواضيع المحببة إلى قلبي الإيفولوشن والتطور وشكرا لك أخي من جديد برابو حبيبي حبيبي رياض بصراحة أظن أظن المداخلات الشباب مثل ما أقول وأنا أخذتها أسبوعين عطلة فالشباب تعودوا على الكسل أصدقائنا فأظن بهالفترة هاي رح ترجع الحمية يعني وصير المداخلات أكثر من هيك شكرا لك أخي رياض وإلى اللقاء أصدقائي في حلف القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقائنا